السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعتبر الرمان من الفواكه التي غالبا ما يأكلها الناس بشكل أقل لأن تقشيرها يحتاج الكثير من العمل الشاق لكنها في الواقع مفيدة جدا للصحة يؤثر الرمان الغني بالبروتينات والفيتامينات والحديد ومضادات الأكسادة وحمض الفوليك على الصحة بعدة طرق لذلك دعنا نخبرك بفوائد تناول الرمان إذا كانت ذاكرة الإنسان ضعيفة فعليه أن يأكل الرمان يوميا مما يقوي ذاكرته إذا كان الشخص مصابا بمرض ارتفاع ضغط الدم فعليه تناول الرمان الذي يعالج ضغط الدم من أحس بألم في عظامه أو كان مصابا بمرض التهاب المفاصل فعليه أن يأكل الرمان الذي يشفي من آلام المفاصل والعظام إذا أكل الشخص الرمان فلن يتأثر بالسمنة أبدا ويجب تناول الرمان خلال فصل الصيف لنحصل على ما بعد الرجيم عندما يبدأ الشخص بالسعور بالغثيان فعليه أن يأكل الرمان مما سيفيده كثيرا إذا أصيب الإنسان بالإسهال فعليه تناول الرمان أيضا شرب عصير الرمان يمنح أجسامنا القوة لمحاربة السرطان فأولئك المعرضون لخطر الإصابة بسرطان لبروستاتا والثدي يجب عليهم بالتأكيد شرب عصير الرمان عصير الرمان مفيد أيضا لمن يعانون من السرطان إن تناول الرمان يحافظ على تدفق الدم بكميات متوازنة في الجسم ويزيد من كمية الأكسجين في الدم إذا شعر الشخص أنه قد بدأ في التقدم في السن قبل الوقت فيجب أن يأكل هذا الشخص الرمان وأن أكله سيجعله يبدو شابا إذا كانت المرأة حامل فعليها أن تشرب عصير الرمان كل يوم حتى لا يواجه الطفل مشكلة نقص الوزن ولا يتعرض الطفل للمرض تناول الرمان يساعد في التخلص من السرطان في صدر المرأة كما تحدثنا الاستهلاك اليومي من الرمان يساعد كثيرا في زيادة الرغبة عند الرجال من أحب جلده وأراد أن يبقيه طريا فعليه تناول الرمان لأن الرمان يحتفظ برطوبة الجلد إذا كنت تأكل الرمان يوميا فلن تكون مصابا بفقر الدم وستكون على ما يرام تناول الرمان لا يصنع الكوليسترول في الجسم فمعظم حالات النوبات القلبية ناتج عن الكوليسترول حيث يؤدي الكوليسترول إلى ارتفاع نسبة الدهون في شرايين القلب وتدريديا يصبح انسدادا للدهون وبسبب هذا لا يوجد ما يكفي من الدم للوصول إلى القلب ويزداد خطر الإصابة بنوبة قلبية إذا كنت تعمل في مهنة يوجد فيها الكثير من التوتر لذا تعود على تناول الرمان يوميا لأن تناول الرمان لا يسبب الإجهاد شرب كوب واحد من عصير الرمان يوميا لمدة شهر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إذا كان الشخص ما مصابا بمرض في القلب فيمكن تقليل المرض من نسبة تصل إلى 20% إذا كنت تعاني من ارتخاء في كثير من الأحيان أو معدة سيئة فعليك تناول الرمان يوميا توجد الكثير من العناصر المفيدة في الرمان وهي مفيدة لصحة المعدة إذا تم غلي أوراق الرمان وشربها أيضا يظل الجهاز الهضمي جيدا حيث يمكنك أيضا استخدامه في الشاي أثبتت العديد من الدراسات أن الرمان يمنع تساقط الشعر من خلال تقوية جذوره كما أنه يعمل على تعزيز النمو والشعر بشكل طبيعي ويساهم في زيادة كثافة الشعر ويمده بالمغذيات كالفيتامينات والمعادن ويمكن أن نضع كمية من قشر الرمان في كمية من الماء على نار هادئة ونتركه حتى يغلي ويصبح كثيفا ويترك حتى يبرد ومن ثم يتم خلطه بزيت الزيتون قبل أن نضعه على الشعر مدة 20 دقيقة والآن ما هو الوقت المناسب لتناول الرمان يعتقد أنه من الأفضل عادة تناول أي فاكهة في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم نصف ساعة قبل وجبة الإفطار أو تناول الفاكهة مع الإفطار ليحصل الجسم على الطاقة فوائد تناول الرمان على الإفطار إن تناول الرمان في الصباح مفيد جدا لصحتك توجد كميات كافية من السكر والفيتامينات في الرمان مما يساعد في الحفاظ على صحة أي شخص العناصر الغذائية الموجودة في الرمان تعطي بداية صحية ليومك في الوقت نفسه يعمل السكر على تزويدك بالطاقة الكافية والتي تعمل من خلالها على توفير الطاقة حتى الغداء فوائد تناول الرمان بعد الظهر يمكنك تناول الرمان بعد الغداء من خلال القيام بذلك ستبقى معدتك ممتلئة ولن تكون قادرا على الوقوع فريسة للأشياء الضارة التي تباع في الخارج يمكن أن يساعدك تناول الرمان على إبقاء المعدة ممتلئة حتى العشاء لا تأكل الرمان في الليل يجب أن لا تستهلك الرمان أبدا في الليل كما يفعل الكثيرون لأن عملية الآيض يمكن أن تكون بطيئة جدا أثناء الليل والألياف الموجودة في الرمان تجعل من الصعب على المعدة هضمه في الليل ليس هذا فقط فالسكر الموجود فيه لا تتم معالجته بشكل جيد أثناء الليل والذي يمكن أن يتحول إلى دهون بواسطة الجسم تمتم سالمين ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا العجاب به والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم